اليوم أخبارنا تخص دخول السلالة الجديدة للعراق وأيضاً آلية امتحانات نصف السنة تابعونا للنهاية حتى كل شيء يصير عندك واضح وزير الصحة يعلم ظهور السلالة الجديدة من فيروس كورونا في العراق وتم تسجيل حالات إصابة بها وزير الصحة نحذر من خطورة السلالة الجديدة التي ظهرت في العراق في حال عدم الالتزام بالتعليمات الصحية وقرارات اللجنة العليا هذا الخبر واضح ننتقل للخبر الثاني وزارة التربية تدرس مخترح يتضمن تخصيص أيام لإجراء امتحانات نصف السنة لكافة طلبة المرحلة الابتدائية حيث يكون الأسبوع الأول لمرحلة الأول الابتدائي والأسبوع الثاني لامتحانات الصف الثاني الابتدائي والذي يليه الثالث الابتدائي وهكذا وزارة التربية ندرس مخترح بإجراء امتحانات نصف السنة للمرحلتين المتوسطة والعدادية الكترونياً عبر المنصات الكترونية بالتنسيق بين الإدارات المدرسية والطلبة وزارة التربية الموافقة على المخترح من قبل هيئة الرأي تتوقف على الموقف الوبائي لجائحة كورونا للمدة من يوم الخميس الموافقة 18-2 ولغاية يوم الاثنين الموافقة 8-3 طبعاً هذه كلها مخترحات يعني اقترحوا أنه يكون طلاب الابتدائي امتحانات نص السنة تكون مثلاً الأول الابتدائي أول أسبوع يخلصوهم وبعدين نرحون على الأسبوع الثاني الثاني ابتدائي والأسبوع الثالث الثالث ابتدائي وهكذا حتى بيصر تجمعات وأيضاً طلاب المتوسطة والإعدادية أعمارهم تسمح أنه يمتحنون الكتروني فهذا مخترح أنه يكون طلاب المتوسطة والإعدادية يمتحنون الكتروني امتحانات نص السنة الحد الآن ماكو أي خبر رسمي وآخر خبر أنه الامتحانات تأجلت إلى يوم 8-3 يعني تمددت فهذا مثل ما قلت لكم كلها مخترحات وماكو أي خبر رسمي وإن شاء الله عند صدر أي خبر رسمي راح نزل لكم بالقناة أول بأول ترجمة نانسي قنقر